من اكتر الحاجات اللي طول الوقت بنحاول ان احنا نوصل لها هو ان احنا نحدد اهدافنا ده في حد ذاته تحدي كبير جدا صعب ان احنا نوصله وفكرة تحديد الشخص الاهدافه في الحياة يعني تعتبر البصلة اللي بتنور له الطريق تبقى يعني الطريق كده اللي بيمشي عليه عشان يعرف يوصل ازاي لأحلامه واهدافه كمان بتفتح ليه منافذ الامل والابداع ده بيتطلب بقى من الاول درجع قطوتين لورا نروح للأسرة الأسرة لازم يكون لها دور كبير جدا في زرع وغرس مهارة تحديد الاهداف في نفوس ولادهم عشان يكونوا عندهم قدرة اكتر على تحمل المسئوليات واتخاذ القرارات السليمة وهم نفسهم يقدروا يقروا كمان اولادهم كويس يا محمد سؤال مهم جدا جمانة ازاي اساعد ابني او بنتي على تحقيق اهدافهم ازاي ادعم اولادي في قرار يخص مصلحتهم ويخص مستقبلهم سواء بستقبلهم العملي او الدراسي بشكل كبير ايه النصيح اللي ممكن الاباء يقدموها لأولادهم عشان يتخطوا اي مشاكل ويحققوا احلامهم بشكل طبيعي ومنطقي اسئلة كتير جدا بتدور في ادهاننا حوالين القدرة على تحديد الاهداف وتحقيقها وزرع ده في اولادنا نروح لضفتنا الكريمة اللي منورانا نحاول كده نشوف اجابات عن الاسئلة دي مع دكتور نوها الخولي استشاري النفسي والتحول الذاتي اهلا بيك يا فندم كل السلام وحرط طيب طيبين صباح الخير موضوع كبير مش سهل ان انا احدد الاهداف لابني وازاي اعود مع ابني وبنتي واعرف اهدافه في الحياة ايه طيب كويس اهدافه اهدافه نبع من دماغه او نبع من احتياجاته نبع من توجهاته نبع من هو بيحب ايه ايجي انا بقى كولية امر او ام ايجي اقعد بقى اتناقش معاه من منطلق منتاش طفل لأ انت منطلق بني ايدم خبراتك وقدراتك في الحياة الزغنانة بس انا عايز اسمعها فن الاستماع والاحتواء من الاهالي بمعنى انا بسمع عشان افهم هو دماغه رايحة فين مش بسمع عشان اهد اللي بيقوله وحط اللي انا عايزاك بسمع بتفاهم انا عايز افهم يعني انا بسمعك عشان افهم انت عايز ايه مش بسمعك عشان انت تقوله تقوله بعدين هرر ما انت اسكت هقولك ان انا عايزاك وهتماشي اللي انا عايزاك لا هيحصل بيني وبين امني صدام اللي هو انت انا عايز ده وانا شايف ده من وجهة نظري ده الصح وانت ما بتفهمش وانت 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 فاروح ايه اقل منه اقل من تفكيره اقل من ثقةه بالنفسه في حين الواجب اللي عليا تعزيز الثقة في النفس الاستقلالية الحوار بموضوعية مش من يا رأي يا رأيك لا افهم انت وجهة نظرك ايه اقل افهمك ومتقبلة اللي انت بتقوله متقبلاه مش قاعدة بقى محروق دمي انت مش فاهم حاجة بس لازم اتقبله يا دكتور اه لو ما درتش اتقبله يعني لو انا شايفاني ما سيلي يا جمان ما سيلي علي يا جمان ما سيلي علي يا جمان يعني خليه نمشي الاخر بالضبط الاخر للقصة ويبرر تصرفه ويبقى شايف اندي حرية او يبقى شايف اندي شخصيته او يبقى شايف حتى اندحقه وانا شايفا حاجة تانية يعني انا شايفا ان ده مثلا ما يصحش شايفا وغلط شايفا انه بيئزي نفسه ايا كان التصرف هنا بيكون ازاي طيب شايف انت بتقولي انه هو بيئزي نفسه هو اكيد هيبقى حاسس بالازية فهو هيعترف بالازية مش زايدة يا دكتور احنا بنتكلم فيه وفيه الحالة اللي هتبقى حاسة ان مش شايفة ان هي بتئزي نفسها ودي الاصعب يعني بسألش ان دي الاصعب الحالة اللي هي مش شايفة ان هي بتئزي نفسها اقول لنا طبعا نجرب مدايل تعال نجرب بدايل انا بقولكش انك انت كلامك غلط وانا بقولكش انك انت مش حر انا بقولك فيه بدايل تانية زي ما انت جربت الدماغك انت جرب البدايل التانية فانا اديته هنا حرية اختيار فانا اديتك طريق A وطريق B وطريق C انت اخدت الطريق بتاعك طب انت الطريق بتاعك ده انا شايفة من قدام كده من فوق ان فيه اخرتها فيه بلوة طب ما اتجرب وانت حر فهو لما يحس انه عنده اول ما يحس انه عنده حرية الاختيار هيختار هيختار اللي انت بتقولي طب دكتور يعني فيه حالات وعايز اخد رأي حضرتك فيها من ناحية تانية ما متشوفش فكرة العناد يعني فيه عناد طبعا واننا لازم ابقى ابني او بنتي مصممين على رأيهم وموقفهم مهما تناقشت معهم لكن فيه حالات تانية بنلاقي شوية اطفال او غيره عندهم حالة تردددد مش قادر ياخد القرار بنفسه لازم ارجع لولدي والدتي لازم اتكلم معاهم فكرة الطفل المشتت او اللي مش عارف يحدد اهدافه بشكل عملي برغم ان انا بساعده كأب وكأم لكن انا برضو عايز ازرع فيه الاستقلالية في القرار انه يقدر ياخد قرار في الوقت اللي هو عايزه وفي المكان اللي هو عايزه ما هو اجاب التردد منين اكيد هو عمل حاجة فتلام عليها بشدة فالولد خائف طب انا انت عايز تزرع فيه الاستقلالية ايوه اخليه وصق من نفسه اخليه اعايز ازرع فيه الثقة بالنفس طب انا عايز ازرع فيه الثقة بالنفس ان انا اقول له اتصرف وانا متقبلة ايوه نتيجة تصرفك هيحسبها مليون مر فبالتالي هو حيروح يقول ايه طب يا مامي بتحب كانت زمان بتقول كذا وبابا كان بيقول زمان كذا فمدام انا عايز ازبت لبوايا ومامتي ان انا صح فحياخد برأيك بطريقة ان دايركت وحيبتدي السقة بتاعته التعلى لما انتا تقوله تديره الكارت الاخضر او الجرين كارت ان انا واثق فيك واثق في تصرفاتك واسيبه يتصرف يا دكتور لانه دائما بيلاقي كده ايه بيرجع لبابا ومامته وعايز يسأل لا اخليه هو يخد التجربة زي ما تقوله بيزبط بص حبيبي حولك مثلا فبالولاد بتلعب كورة مثلا والمدرب رخم على الولاد او قل ادبه عليه او عنفه في اولاد بترد لا انت مش من حقك ترد علي دول الولاد اللي عندهم السقة بانه هو يقدر يدافع عن نفسه وفي اولاد لا ايه يروح ينشتكي البابا وتشتكي المامته لا روح هكلم الفدان او علان هنا بقى الاب او الام حبيبي روح انت روح انت تكلم روح انت تتصرف وانا موافق على تصرفك وانا ادعمك في هذا التصرف بس اسمع صح مش يبقى عامل بلوة وقالل ادبه ورح اقول له انا بس اقفى يا دكتور فكرة ان القصص يعني مواقف دي كلها هي اكتر من جانب يعني فيه طفل او مراهق لما يقع في مواقف زي ده يتخيل انه اهله او ابو او امه مش مسندينه مش وقفين معاه مش فكرة ان هم وثقين في قراراته وروح تصرف وانا قابل ده فده بيتطلب خطوات قبلها في نفس الموقف برضو يعني انا اتذكر مثلا كتير جدا بتبقى فيه مواقف مثلا اهلي خدوها وانا مكنتش موافقة عليها بارجع دلوقتي اقول لا كان عندهم حق لما خدوا الموقف ده وخدوا القرار ده كان عندهم حق كان فيه حاجة انا ما كنتش شايفاها امتى اولياء الامور يبقوا عارفين ان انا بياخد القرار السليم حتى لو ولادهم شايفين انه قرارهم مش اسلم حاجة او مش افضل اختيار ليهم وامتى لازم يسيبوا القرار للولاد النتيجة بالنتائج انت بتقنية لقدامك بالنتيجة الجمعان هنعمل 1 2 3 4 النتيجة كذا هتعملي 1 2 3 4 النتيجة كذا عايز اني واحدة فيه تاني حطيته في الاختيار بطريقة غير مباشرة كل الاشخاص مؤهرة للاختيار دكتور اي بني ادم له حق الاختيار ربنا اداكي حق الاختيار مش هتديها طبعا 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 لكن انا بكلم مؤهرة حسب التجربة وحسب العمر وحسب حاجات مواقف كثيرة انت انت الام وانت الاب او البيت فيه اب او او ام الوحدة او او اب الوحدة بس هو بيزرع في ابنه او بتزرع في ابنه انك انت لازم تبقى مختار ما تبقاش مجبر الاجبار يبقى انت بتكساري ارادته وارادته بقى يبقاش بلا ارادة يبقى مسيس يعني اي حد حيقولك انما يا ابني تعالى هو ده خد يمينك كده ويمش ورايا ده ممكن اي حد يلعف دماغه بس لما تعودي ابنك ان دماغك لازم تبقى تشتغل وتفكر النتيجة الاصلح ليا ايه هو ده الاهم تي الطريقة اللي انا باحد يتعامل فيها مع ولاده طيب انت جبت مثلا النمر ديت في الامتحان زي الزفت جبتها طب تمام فيه نوع فيه رد فعل يقوم واحدة ستة تقوم مش شرده حاله ومسح بيه كرمت كرمت الارض وفيه واحدة تانية تقوله طب تعال نشوف حيسيات الرقم ده جي ازاي انت قلت انا هزاكر وانا هعمل وحسوي طيب قادي النتيجة يبقى انا لما اقول اقول واحد اثنين تلاتة النتيجة بتبقى كده انت عايز ان يفيهم تمام فكرة اللوم المستمر شايفها ازاي يعني منشوف كتير جدا برضو اباء وامهات بيلوموا اولادهم على اي خطأ يقعوا فيه بالرغم اننا ممكن اديله المساحة انه لا انت فكرة التصالح مع الخطأ لانه كلنا بنخطئ وده ضعف انساني ممكن يحصل في اي مجال او اي اتجاه من اتجاهات الحياة فازاي اتسامح مع اخطاء ابنائي وازاي ما افضلش دايما الوم طيب اخطاء الاخطاء انا بسميها تجربة غير نجحة الخطأ هو تجربة غير نجحة والفشل هي تجربة غير نجحة فانا مش عايزة استخدام المسميات اللي هي تهد الشخصية المسمى انت فاشل انت بعملتش اللي عليك انت لو كنت سمعت الكلام واحد طيب البلوة حصلت المشكلة موجودة انا هقول له انت عملت ايه اه هقول له ده نتيجة طريقتك في التعامل مع الشيء وابتج معها حل المشكلة دي واحد ما لازم اعمل كده فريم ده نتيجة ايه اللي احنا فيه او الفشل ده او عدم النجاح ده نتيجة كذا مين كذا انت ولا اللي حواليك ولا ايه لازم اعرف النتيجة اتنين هتدربه الحل خلاص حصلت الديني حلول بقى عايزين نحل الموضوع اللي احنا فيه ده هنحله ازاي الديني رأيك هتحلها ازاي وروح عايز طاله وحيحطيلي حلول ممكن تبقى وهية من وجهة نظري مش صح بس اسمعها هاسمعها هقول له طب ممكن نضيف عليها بقى بعد ازدك واحد اتنين تلاتة برضو من وانا ناخد بالحلول فهو هيتعلم من دقي ان الفشل في التجربة او الخطأ لا يعني انه انسان معيد لا هو انسان بيتعلم طول ما وعيش طيات المنموت هنفضل نتعلم طبعا لغاية كل يوم احنا بنتعلم فبالتالي فكرة ان انا وافشل فيه لا ده مش فشل العملية لم تتم بنجاح وليست فشل فشل يعني انا خلاص كده انتهيت من الحياة الفشل هو نهاية الحياة خلاص بقى اللي هو انا لا اصلح ان انا امشي او اعمل او ابدع او اي حاج وساعات الواحد من بطن الفشل او عدم النجاح بتطلع نجاحات مبهرة بتبقى دافع زي ما بقول لهم دايما زي الرمح لما تحبوا يطير بتشدوا الورا بتشدوا الورا بتشدوا الورا فيتيرل الهدف فاحنا نسمح لنفسنا ونتقبل ان الخطأ حصل فلازم نتعامل معاه مش انه هو عيب في الشخصية ولكن هو خبرة اقل احنا بندي خبرات ولازم نسمع للاخر لازم نسمع إحنا الجيل اللي جاي منفتح على كل حاجة في الدنيا يعني أنا عايز أعرف معلومة أروح فاتح الموبايل ونزلي خمسة وقت هذا الجيل يجب أن نتعامل معاه بالمنطقية وحسن الاستماع أما الإجبار واللوم الشديد والقهر النتيجة تبقى مش حالة طبعا أكيد طبعا أكثر عشان شخصي يقدر يحدد الهدف ممكن ما نتكلم عن الموضوع ده يبدو بسيط وسهر لكن للأسف في ناس كبيرة وعقلة ورشدة والحادة الوقت مش قادرة على فكرة تحدد هدفها في الحياة مش عارفة مش قادرة تحدد هي عايزة تعمل إيه أصلا ففكرة أن أنا أربي أطفال قادرين يحددوا أهدفهم دي مسؤولية صعبة جدا لازم أنا أكون كولية أمر كمان عندي القدرة على الأقل ماشي مع الخطوات حتى لو ماشيينها مع بعض بس ماشيينها بشكل سليم إيه المفروض يحصل؟ أول حاجة أعرف مهارات ابني نقط إبداعه لازم أقرأ أقرأ صح نقط الإبداع بتاعته إيه هو مثلا في الرياضيات الشاطر قوي في الرسم الشاطر أهنمي المهارات أعلمه رياضات أبتدي أقول له طيب إحنا يعني إيه تحديد هدف؟ فيه أهداف من أحيزة أفهمه أن الأهداف من أسمها على نوعين فيه المدى القصير وفيه المدى الكبير طيب المدى القصير أنت نفسك إيه؟ أنت عايز توصل لإيه؟ مش عارف طيب أقول له حبيبي إزاي مش عارف؟ دي إجابة بالإسمحة دايما أقمع ومش عارف أنا مش عارف مش عارف حد أني نعايز أنا مش عارف أنا عايز أخش كلية إيه أو أخش السؤال للبعض والطول طيب أنت بتحب إيه؟ أنت ميال إيه؟ إيه اللي بيستهويك؟ فهتلاقي الإجابة طلعت طيب أنت من الحاجة ديت اللي أنت بتحبها أو بتستهويك عندك منها قد إيه؟ فأعليها له أنميها فبتدي مين مسلك الأعلى؟ هتلاقي بقى إيه بقى؟ هتلاقي أمثلة بال... مش مش عقول بالعب مش عقول أمثلة مين مسلك الأعلى؟ طب هو وصل لده إزاي؟ فبالتالي هو يبتدي يبحث هو راجل ده وصل ده إزاي؟ من هنا بعرفه لما دي يتحدد هدف لازم تحدده على نتيكتك اللي أنت عايزها وانت عايز حتبقى مبسوط بيها إزاي؟ جميل شكرا جزيلا نورتينا دكتورة نوها الخولي استشاري النفسي والتحول الذاتي صباح الخير صباح النور نورتي دكتور كل سنة حضرتك هيا ما حت chwih مسموط بيها إزاي؟